اشتركوا في القناة لما بلاقي حضرتكم معا ربنا يا خير احنا كمان اسعد كتير كل سنوهم طيبين وهم طيبين وكل الاهلوية في كل انحاء كوكب الارض وهم على التساع ويعني طيبين طيب الحلقة اللي فاتت كان مكانكو هنا دكتور شريف صلاح الخبير التنمية البشرية والحياة لفت نظر لأستاذ نبيلا وستاذ أعصام لقضية مهمة جدا احنا متجاهلينها او متعمين عنها فكرة اللايف كوتش واهمية الاعداد الزهني والرعاية الدائمة للرياضي وانه قد ايه العملية ديت مهمة جدا سواء في تنشيط الدوافع او خلق حوافز او تخفيف الضغوط او بناء الشخصية الرياضية الصلبة القدرة على كل التحديات شايفين العامل المفتقد ده اهميته ايه وازاي نعملوه؟ ده انصر الشديد الاهمية ده مش في رياضة بس بس طب حنا نتكلم في رياضة في الحياة بشكل عام اللايف كوتش في الحياة في اي مهنة وفي اي وظيفة ده مهم جدا لان الانسان هو برعا مراحل وطول الوقت يكمل ويزيد من ادواته ويستكمل ادواته ومهاراته ايا كانت المهنة التي يمارس فيها وصناعة هذا التطور بحتاج زي ما حضرتك قلت دوافع جديدة استعداد نفسي وزهن جديد طب انا لو بكسل في الحياة او بتاعه طب اعمل ده ازاي محتاج حد يساعد فالبشر بلا استثناء ايا كان محتاجين بالنسبة بقى لرياضة اكثر وخصوصا ان التنافس فيها بقى صعب جدا وقوي جدا وبقى على المسرح بشكل واضح يعني الرياضيين يحتلون المسرح الحياة قدام الجمهور وبالتالي اي خلل اي طرق اي حاجة تصيب هذا الرياضي تصيب اداؤه بيبقى زاع جدا وظاهر جدا ومؤثر جدا فيه سواء في جماهير او في الرياضة اللي بيمارسة او في النازل الذي ينتمئ ليه وبالتالي انا محتاج طول الوقت هو اي اي انا افهم نفسي بافهم البيئة اللي انا بتحرك فيها بافهم ازاي اطور اتحرك داخل البيئة دي بنجاح وبكفاء واحدد اولوياتي ازاي انا هعمل ده ازاي وهعمله كيف واوصل ازاي لان فيه احيانا انا محتاج لايف كوتش افرل انك تموحك اكتر من امكانياتك محتاج انا اخليك تبقى في المرتبة اللي تقدر تحقق تموحك عشان ما تنكفقش عشان ما تقعش ما انت لو انت حلمت اكتر مما يجب يعني انا ما عنديش امكانيات مارادونا او بليه او ايا كان لعيب لكن عايز اعمل ده في الملعب وبيحاول اعمله في الملعب لازم حد يقول لي لا انت عندك حاجة كويسة استغلها بتكيفية دي عشان انت تبن اعلى في احسن صورة لك تخليك مع مارادونا ومس وتفرج عليهم يعني تفرج عليهم لكن ما تحاولش تقللهم انت في مرتبة عندك امكانيات وما انتش عارف تلاقيها لأي اسباب طب يا ترى السبب ايه ازاي تفهم نفسك ازاي تفهم امكانياتك في الملعب ازاي تكتشف قدراتك ازاي تتعاون مع الاخرين مخصوصا في الالعاب الجماعية تفرح ازاي وتزعل ازاي وازاي كمان تبقى فيه اصار احيانا وفيه انانية احيانا ام تعمل ده وام تعمل ده تدخل الملعب فدي حاجات كتيرة جدا انا لوحتي مهما كانت انسان مش هقدر اعمله معتك دائما حد يساعدني وبالتالي سواء اللي بيساعدني انا بروح له او النادي بيوفروا لي طب